انا ذكرت لك موضوع واحد انا اتخوف من نقطة واحدة لا يكون حجة لاسرائيل او بعد اسرائيل امريكا لا يكون حجة لضرب العراق انا اتخوف من هذا الموضوع لكن انا قلت في بداية حديثي قلت لك يا استاذ نجم بانه امريكا ومن بعد امريكا الكيان الصهيوني واسرائيل يعلمون جيدا انه ها هو لا يمثلون خطرا ولا يمثلون توجه الحكومة العراقية ما يمثلون توجه الحكومة العراقية لكن اذا تكلمنا داخليا يعني انا ارى من الصعب يعني انت حكومة الاطار واضحة ثورية وكثير منهم راديكاليين متشددين في هذا الموضوع ما راح تقدر الحكومة في الضبط لكن ايضا اذكرك يا استاذ سلمد الامريكان يدركون ان التصرفات وافعال واعمال تقوم بها فصائل مقاومة لا تمثل وجهة النظر الحكومية وطيروا طيارات وضربوا العراق وضربوهم فما لا يختلف شيء الامريكان لم يغيروا من وجهة تظريم انا متأكد بانهم يعلمون جيدا لذلك الحرب تشوفها ما داخل بيها الحكومة العراقية كقطاعات صح هم يضربون بعض الاحيان قطاعات تابعة الى الحجز الشعبي لكنه هم يرون انه هذه القطاعات قد ساهمت في ضرب قاعدة عن الاسد او ضربة اماكن موجود بها التحالف الدولي او امريكي يردون عليها الحكومة ددين هذا الطرف وددين هذا الطرف ان تنتبه بيانات الحكومة الدين اذا تم قصف مقرات العراقية الموجود بها التحالف الدولي تتم ادانة هذه الضربات وفي نفس الوقت ددين الضربات الامريكية واحنا واضعين في النص يعني بنص المنقنة شنو الممكن نسوي الحكومة العراقية خلنتناقش عراقي العراقي عايش بالشارع العراقي مو عايش بافكار بعيدة جدا شنو الممكن ممكن تروح هسا الحكومة طلع مفرزة على المكتب مع الحوتيين تعتقلهم تقدر ها لا ليش ما نتكلم هذا الكلام ياخي سموا الحوتيين هم كل الناس وياهم ويا حماس قلبا وقالبا احنا نتكلم من الخيال والله يجوي وأجر وبيت وبيت يم بيت هذا الموضوع كل العراقيين يعرفوه اتكلم عن اللي مختصين بهاي الشؤون اللي نتكلم بيه كلهم يعرفون صار السنين بالتشييع الجثامين بالاحتفالات هم يكونون موجودين وامام العيون وغير مخفيين هسا اثير هذا الموضوع ما عرف شنو سبب اثارته لان الكل يعرفون اوكي مكتبين موجودات خلي نطلع منا خلي واحد يروح يسدهن من يسدهن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة